السلام عليكم ورحمة الله في الشرح الجديد الذي سنتعرف من خلاله على خدمة جوجل سلايد من جوجل وهي خدمة تمكنك من عمل العروض التقديمية بطريقة سهلة جدا بدون الحاجة يعني إلى تنصيب برامج في الحاسوب يكفي أن تقوم أو أن تتوفر على متسفح ثم يمكنك الدخول إلى خدمة جوجل سلايد ثم البدء في تصميم العرض التقديمي الخاص بك إذن من أجل الوصول إلى الجوجل سلايد أو العروض التقديمية من جوجل يمكننا الذهاب مباشرة إلى قائمة تطبيقات جوجل على هذا الشكل ثم البحث عن جوجل سلايد أو العروض التقديمية من جوجل إذا كانت لغة الحساب الخاص بك في جوجل باللغة العربية إذن يمكنك الوصول للجوجل سلايد على هذا الشكل إذن هذه هي واجهة جوجل سلايد وطبعا من هنا يمكنك أن تقوم بإضافة عرض تقديمي جديد لكن قبل أن نضيف عرض تقديمي جديد سنبدأ بالطريقة الصحيحة الطريقة الصحيحة لنبدأ في استخدام جوجل سلايد هي أن نبدأ مباشرة من جوجل درايف إذن كيف لماذا سنبدأ من جوجل درايف لأن جميع العروض التقديمية التي سنقوم بها في الجوجل سلايد يتم تخزينها في جوجل درايف بالتالي حتى تبدأ من جوجل درايف ستكون على دراية أين يتم تخزين العروض التقديمي الخاصة بك ويمكنك جمعها في مكان واحد حتى يسهل عليك العطور عليها في أي وقت تريد ذلك إذن سنذهب مرة أخرى إلى جوجل درايف هذا الشكل ثم سنقوم بإنشاء مجلد جديد إذن مجلد جديد سنسميه مثلا العروض التقديمية على سبيل المثال على الشكل إذن العروض التقديمية ثم نقوم بالنقعة لإنشاء إذن هذا هو المجلد الخاص بناء سنقوم بالدخول إذن هذا هو المجلد الخاص بناء العروض التقديمية الآن سنقوم بجمع جميع العروض التقديمية في هذا المجلد إذن يمكن أن نقرأ على زر الفأرة الأيمن على هذا الشكل داخل المجلد إذن على هذا الشكل ثم سنذهب للعروض التقديمية ونقوم بالنقع على العروض التقديمية من أجل إنشاء عرض تقديمي جديد طبعا يمكننا تسمية هذا العرض التقديمي حتى نتعرف عليه عند الحاجة مثلا إذن مثال على عرض تقديمي بهذا الشكل طبعا هذه هي يعني واجهة الجوجل سلايد إذن لدينا هنا القائمة وهنا لدينا الشريط الأدوات وهنا لدينا السلايدات التي يمكننا يعني إضافة المحتوى الخاص بالسلايدات وهنا طبعا النص والعناصر الأخرى مثل الصور وأي عناصر يمكنك إضافتها للسلايدات وطبعا هنا لدينا المظهر أو الثيمز بحيث يمكنك إضافة أشكال مختلفة للسلايدات الخاصة بك إذن يمكننا البدء الآن في تعديل أو صناعة العرض التقديمي الخاص إذن هذا طبعا كما نلاحظ هنا لدينا الرقم واحد وهو طبعا يشير إلى السلايد رقم واحد إذن سنضيف مثلا عنوان على هذا الشكل إذن مثال على عرض تقديمي وهنا مثلا في الأسفل سنقوم بكتابة يعني مثلا محتوى محتوى العرض التقديمي أو العنوان الفرعي يمكنك طبعا التحكم في السلايد الأول كما تريد طبعا دائما يفضل أن يكون السلايد الأول هو عبارة عن يعني غلاف للسلايد بحيث يعني يعني يتوفر على العنوان يتوفر مثلا على وصف أو عنوان فرعي يمكن مثلا أن تضيف الإسم الخاص بك يمكن مثلا أن تضيف شعار الشركة التي تعمل بها أو شعار المؤسسة التي تدرس بها أو الجامعة يمكن مثلا إذا كان هناك تعاون بينك وبين أشخاص آخرين يمكن أن تضيف أسماءهم هنا أيضا وطبعا كما سبق الإشارة في المظهر يمكنك تغيير أو إضافة يعني بعض العناصر إذن مثلا سنجرب يعني هذا النموذج على هذا الشكل إذن كما نلاحظ سيعطينا هذا الشكل مثلا في هذا النموذج سيعطينا هذا الشكل طبعا يمكنك أن تختار الشكل يعني حسب يعني النتيجة أو الموضوع الذي تناقشه في العرض التقديمي مثلا سنجرب هذا الشكل إذن سنلاحظ إذن هناك يعني أشكال كثيرة يمكنك الاختيار من بينها إذن سنعود للشكل الافتراضي طبعا يمكنك أن تضيف الكثير من العناصر للعرض التقديمي الخاص بك مثلا إذا قمنا بالنقر على زر الفأرة الأيمن ثم يعني تغيير الخلفية على هذا الشكل يمكننا تغيير اللون مثلا سنختار هذا اللون على سبيل المتال إذن لاحظ أننا قمنا بتغيير اللون وطبعا يمكنك أيضا إضافة صور إذن مرة أخرى زر الفأرة الأيمن ثم تغيير الخلفية وهذه المرة سنختار صورة إذن سأقوم برفع صورة من الحاسوب إذن مثلا سأختار هذه الصورة على الشكل ثم تم على هذا الشكل طبعا سنلاحظ أن النص لا يظهر بشكل جيد بسبب أن الصورة لا تتوافق مع لون النص إذن يمكن أن تحديد يعني النص على هذا الشكل وتغيير اللون إلى لون يعني سيكون أو سيظهر بشكل جيد على هذه الصورة إذن نفس الشيء بالنسبة للعنوان الفرعي إذن على هذا الشكل طبعا يمكنك أن تضيف سلايدات أخرى على سبيل المثال يمكنك أن تقوم بهذا الأمر عن طريق النقر على هذه الأيقونة إذن شريحة جديدة أو سلايد جديد على هذا الشكل ثم البدء في إجراء التعديلات التي تريد دا الحدف أو يمكنك أن نقر هنا يعني في هذه المساحة الخاصة بالشرائح أو السلايدات يمكنك أن نقر هنا وزر الفأر الأيمن ثم شريحة جديدة ويمكنك أيضا إذا كنت مثلا تريد الاستمرار في نفس هذا النمط يعني الإبقاء على نفس الصورة ونفس التركيبة تركيبة النص يمكنك أن نقر على هذه السلايد ثم يعني تختار شريحة مكررة الآن سنلاحظ أن لدينا الآن شريحة بنفس الشكل طبعا سنضيف بعض التعديلات ربما في بعض التعديلات ربما يعني مثلا سنجرب هذا الشكل إذن على هذا الشكل ثم يعني يمكننا الاستمرار وإضافة العناصر الأخرى التي نريد إذن سنعود للشريحة الأولى حتى يعني فقط يعني نتعرف على بعض الأمور الأخرى التي يمكنك أن تقوم بها باستخدام جوجل سلايد إذن في الشريحة الأولى إذا لاحظنا يعني في شريط الأدوات سنلاحظ هذا الخيار خيار الانتقال وهو يمكنك من إضافة يعني بين السلايدات وليس داخل السلايدات الانيميشن داخل السلايدات سنتعرف عليها بعد قليل لكن نحن نتحدث عن الانتقال أو ترونزيشن إذن سنقوم بالنقل على انتقال على هذا الشكل وهنا نختار نوع المؤثر الذي نريد مثلا سنجرب هذا المؤثر سنقوم بالنقل على تشغيل والمؤثر سيكون بهذا الشكل بحيث يعني الصورة تدهر بشكل تدريجي سنجرب مثلا سنقوم بالنقل على إيقاف وسنجرب آآ يعني انتقال جديد مثلا إزاحة من اليمين تنتشغيل والسلايد سيبدو على هذا الشكل إذن إيقاف ثم سنتبق نفس الأمر على السلايد التاني إذن انتقال ثم إزاحة من اليمين ثم سيبدو على هذا الشكل ثم إيقاف وطبعا في كل مرة يمكنك تجربة يعني التعديلات التي قمت بها إذن سنقوم بالنقل على عرض الشرائح إذن هذا هو العرض التقديمي الخاص بنا يمكننا الانتقال بين السلايدات عن طريق النقر على زر المسافة من لوحة المفاتيح إذن على هذا الشكل طبعا يمكننا أيضا التنقل باستخدام السهم يمين ويسار إذن كما نلاحظ إذن يمكننا الخروج عن طريقة رفع المؤشر إلى فوق ثم نقر على هذه الأيقونة من أجل الخروج يعني الآن يمكننا إضافة أنيميشن للعناصر داخل يعني الشرائح إذن مثلا سنضيف أنيميشن لهذا النص إذن سنقوم بالنقر على زر الفأرة الأيمن ثم يعني البحث عن التحريك على هذا الشكل أو إذا كنت تستخدم اللغة الإنجليزية في الواجهة إذن تحريك وسنحرك هذا العنصر إذن سنختار نوع التحريك إذن تحريك للداخل تحريك للداخل من أسفل التلاشي أو الاختفاء أو الظهور سنجرب الظهور تشغيل إذن نقوم بالنقر وسنلاحظ أن يعني العنصر سيتحرك بهذه الطريقة سنقوم بالنقر على إيقاف من أجل يعني تحريك بقية العناصر في السلايد إذن سنضيف يعني أنيميشن أخرى لهذا العنصر إذن ظهور سنبقي على ظهور أيضا إذن تشغيل حتى نجرب إذن كما سبق الإشارة يمكنك النقر حتى يعني تظهر لك الأنيميشن إذن النقر مرة أولى ثم النقر مرة ثانية حتى تظهر يعني بقية العناصر حسب الأنيميشن الذي قمنا بإعطائه لها الآن يمكننا النقر على إيقاف ويمكننا تطبيق نفس الشيء مع بقية السلايدات إذن سنضيف رسوم متحركة إذن ظهور ثم نفشئ بالنسبة للعنصر الآخر إذن إضافة رسوم متحركة ونختار ظهور أو نختار أي عنصر من عناصر التحريك في هذه القائمة الآن سنقوم بالتجربة إذن عرض الشرائح إذن سنقوم بالنقر على زر المسافة من لوحة المفاتيح وسنلاحظ الآن يعني أن العنصر الأول ظهر يعني بالأنيميشن الذي اخترناه ثم مرة أخرى وسنلاحظ الآن أن العنصر الآخر في السلايد ظهر أيضا تدريجيا إذن فهذه العناصر لا تظهر مرة واحدة عند إضافة الأنيميشن بل تظهر يعني بشكل تدريجي وطبعا هذه ستكون لمسة جيدة للسلايد إذن الآن عندما سنقوم بالنقر على سبيس أو مسافة من لوحة المفاتيح سننتقل إلى السلايد الآخر ونفس الشيء سيحدث على هذا الشكل إذن كانت طبعا هذه فقط يعني شرح بسيط حول استخدام الجوجل سلايد طبعا في دروس قادمة إن شاء الله سنتعرف على دروس تطبيقيا بحيث سنستخدم بعض الأدوات مثل أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتنا على يعني العمل على عروض تقديمية بشكل احترافي إذن كان هذا هو الشرح شكرا لكم